تحرك جديد في الأوساط الدولية وجلسة أخرى مخصصة لمناقشة وضع اليمن في مجلس الأمن بعد أحداث متصاعدة شهدها الملف اليمني في شماله وجنوبه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث وفي إحاطته حذر مجددا من تقسيم اليمن ووصف تحركات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بغير المقبولة للسيطرة على الدولة واقعة قصف الإمارات لقوات الجيش في عدن كانت حاضرة في جلسة مجلس الأمن إذ أدان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله الصعدي القصف الذي تعرضت له القوات الحكومية وقال إنه فعل يمثل خروجا عن القانون وعن أهداف التحالف في اليمن ملف الحديدة لم يكن غائبا أيضا عن الجلسة حيث أكد المبعوث الأممي أن الأوضاع تسير هناك بالاتجاه الصحيح لكنه في المقابل بدى غير متفائل في ملف المعتقلين الذي لم يتم تحقيق أي تقدم فيه بحسب تصريحه خطوات التهديئة ما تزال صعبة وتنتابها تعقيدات كثيرة هكذا وصف متابعون المسار السياسي والميداني في اليمن وتحديدا بعد الهجمات التي استهدفت أرامكو السعودية والتي قال غريفيد في إحاطته إنها ستقود المنطقة لانفجار إقليمي الحديث عن الوضع الإنساني اليمني لم يكن غائبا عن الجلسة حيث أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك أن ميليشيا الحوثي مستمرة في إعاقة عمل المنظمات الإنسانية مشيرا إلى أن الميليشيا تسعى إلى وضع لوائح جديدة لعمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها عودة إذن إلى التحركات الدولية في ملف الأزمة اليمنية في ظل مشهد ميداني وسياسي وإنساني معقد وهي تحركات عديدة لم تنتج أي تغيير منذ خمسة أعوام